تشاهدون في هذه الحلقة التعليم المستمر بجامعة تعز يكشف عن خطط لإضافة تخصصات عملية والطلاب اعتماد مبنى خاص أولوية لتوفير بيئة مناسبة عودة نشاط التجاري في قطاع الملبوسات بأسواق تعز وباعا يربطون انتعاش الحركة بالرواتب الموظفين زهرات زيد الموشكي من تألق الآداء في المدرسة إلى الإنشاد والاستعراط على خشبة المسرح مرحبا بكم من جديد مبتدأ حلقتنا جولة سريعة على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز خلال هذا الأسبوع أعلن في تعز الخميس عن إشهار اتحاد الجناد لوكالات السفر والسياحة وأوضح القائمون على هذا الاتحاد خلال خفل النظمة بهذه المناسبة تحت شعار الحياة التنموية في ظل مناطق الشرعية أوضح أن الاتحاد جاء بدافع الحاجة لهذا القطاع في محافظتي تعز وإب إضافة إلى خوض غمار المنافسة على أسس عادلة تضمن التمثيل العادل للإقليم مشاهدين يعد مركز التعليم المستمر واحدا من برابج التعليم الحديثة التي اعتمدتها جامعة تعز في إطار مساعيها لمواكبة التطور العلمي وتلبية احتياجات السوق ورغم نجاح المركز الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات في جذب الكثير من الدارسين في عدد من التخصصات إلا أنه لا تزال هناك صعوبات تعترض الطبوحات وأهمها في عدم توفر مبنى خاصة مجموعة من الطالبات يقوم بتشخيص وفحص أحد مرضى الفم والأسنان ضمن إجراء عملي وتطبيقي في العيادة التابعة لمركز التعليم المستمر الذي يعد ثمرة للبرامج الطموحة لجامعة تعز في العملية التعليمية عملية تعتمد نظام الجودة وتعمل على مؤكبة احتياجات سوق العمل وبما يخدم المجتمع المجهود الوصولنا له نحن بقسم مساعدة طيب أسنان بمركز التعليم المستمر لو لأنه كنا كفريق واحد ما كاناش وصلنا للتحديث اللي حصل طبعاً أنا من اللمه أقيت عن نفسي شخصياً المركز واقف معي بكل قوة ما فيش ما قدرش أنني أعمله كان عندي صلاحيات أنني أعمل التقديد أعطوني كل الصلاحيات الحمد لله وصلنا إلى ولو شي بسيط بالتحديث وإن شاء الله يكون نستمر بإذن الله نستمر تعتمد الدراسة في هذا المركز على النفقة الخاصة للدارس ويمنح الطالب في هذا النوع من التعليم شهادة الدبلوب بعد الدراسة ثلاث سنوات في التخصصات الطبية وعامين بالنسبة للتخصصات في العلوم الإدارية نظام تعليمي يؤكد القائمون عليه أنه يعتمد التطبيق الذي يجعل الطالب قادراً على العمل فور التخرج وتقديم خدمته في الحقل الذي ينتمي إليه أعطينا لهم أقوى كادر المعامل متوفرة الأدوات متوفرة كل المتطلبات الطالب متوفرة بشكل كامل سهلنا العمليات التعليمية حتى أنه يأخذ حقها بشكل كامل المعايير القودة تكون بيحسن ما يكون قادر أنه يدخل سوق العمل أنه يتوظف بشكل صحيح وبحسب سيقلات عمادة التعليم المستمر في جامعة تعز فإن العدد الإجمالي للدارسين في المركز يصل إلى 1300 طالب وطالبة يتوزعون على عدد من الأقسام ويلقون الاهتمام الكافي في التعليم والتأهيل وهذا لا يعني عدم وجود أي نقص أو مشاكل كنا من قبل التعليم المستمر نشكي من المعامل نقص من العامل نقص من هيئة التدريس بالمعامل كنا نستني إلى ساعة ثانتين وأحيانا الدكتور لم يحضر وفرنا الآن إمكانية أكثر حديثة وقهزة حديثة وكما الكراسي والمعدة كامل اللي حق المعمل والآن حاليا نشتغل تمام قمنا بالمعامل فتحول لنا العيادة تأسس مركز التعليم المستمر في العام 2012 وواجه إثر الحرب على تعز صعوبات جمة أبرزها في عدم توافر مباني خاصة وتشتط الطلاب بين البعامل والقاعات الدراسية وهو ما يسعى المركز إلى تجاوزها قريباً وفقاً للقائمين عليه ورغم الجهود المبذولة في المركز فإن طلاب يدعون العمادة لمراعاة ظروفهم المادية والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية لتمكينهم من مواصلة الدراسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتعز على وجه الخصوص ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا في هذه الفقرة دكتور عامر العبسي عاميد مركز التعليم المستمر بجامعة تعز أهلا بك دكتور معنا أهلا وسهلا بكم في إطار جامعة تعز وبالذات في مركز التعليم المستمر مركز التدريب والتاهيل والاستشارة بداية ما الذي يحول دون توفير كل ما يطلبه التعليم المستمر وخصوصاً وتحقيق الرغابات الملتحقين بهذا المركز بداية نتيجة للحرب التي وقعت على اليمن وبالذات في تعز تم نقل مركز التعليم المستمر من المكر القديم في كلية الأداب جوار إدارة الأمن أنتقلنا إلى الحبيل مكر جامعة تعز وبإستضافة كلية التربية كما ترون لم يتواجد معنا القاعة الكافية لتغطية مستلزمات التدريس وبالنسبة للمنعمل كنا مستضافين في كلية العلوم التطبيقية قبل وبعدها تم استضافتنا في كلية التربية للتطبيق العملي نحن حاليا جهزنا معامل مكونة من أربعة معامل خاصة بالتعليم المستمر بعد ذلك كان ستيا للعسكر للأمن في جامعة التاز تفضل الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعبي رئيس جامعة التاز بإعطائنا أمر بأخذ هذا المبنى وتجهيزه كمعامل للتعليم المستمر نحن الآن استقررنا تماما بالمعامل المعامل اتفاذاتي فيها بمعاملنا الخاصة جميع المواد التطبيقية جميع المواد التطبيقية ندرسها في معامل التعليم المستمر الخاصة بها الذي أثثناها طبعا جهزناها من الصفر كأننا معتمدين من السابق في معامل كلية العلوم ومعامل التربية ولكن دكتور هناك شكاوى من قبل الطلاب أو ربما ملاحظات من عدم توفر القاعة الكافية للتدريس عدم توفر الكهرباء نقص في المواد التطبيقية ولكن أشرت أنها متوفرة ما الذي يعيق توفير هذه المواد أو المتطلبات لأطلاب خصوصا أن الطالب يدفع مقابل أي أن التعليم على حساب نفقته الخاصة نعم بالنسبة للقاعة كما أشرت لك هو ما معنش مبنى مستقل نحن إن شاء الله في المستقبل القريب نأخذ قطعة أرض من جامعة تعز نحاول إخراج ونبدأ نبني تحتية لأنفسنا بحيث نجهز مبنى كامل للتعليم المستمر ونبدأ نكون حلينا مسألة القاعات الآن نحن صح مشردين ما بين الكليات نأخذ من كلية الحقوق قاعات من مركز الحاسوب قاعات من كلية التربية قاعات وهكذا نقسم جذولنا على هذه الكليات المستقبلة إن شاء الله بيتم حلها بمبنى مستقل التعليم المستمر إن شاء الله أما بالتجهزات المعامل نحن جهزنا المعامل من الصفر تقريبا بأثاث هو النقص يحصل في المواد الكيموية المواد الكيموية ترجع للمدرس المدرس المفروض يطربه قبل فترة كافية لنا لجل حتى توفره مش بيوم المعمل يجي يطربلين وهذا بقدر الإمكان نحن كل الصرفيات الآن الصرفيات للمعامل على ذكرى المدرسين هل الكادر التدريسي مكتمل وهل هو خاص بالتعليم المستمر؟ الكادر التدريسي نحن نعمل إعلان بداية كل عام الدراسي للراغبين في التدريس يسلموا ملفاتهم مشكلين للجنة أكاديمية لإختيار عضاها التدريس طبعاً لجنة أكاديمية من المتخصصين من أضاها التدريس في جامعة تعز ذوات الخبرة يجلسوا ويقدم الملفات التي تقدموا للرغبة في التدريس في المركز يتم اختيارهم حسب مكاييس ومعايير معينة حسب الخبرة حسب الشهادة حسب كم وهله حسب تقديره كم تقديره وهكذا طبعاً في معانة من أضاها التدريس من أبناء الجامعة سواء من الأقسام الطبية أو من الأقسام الإدارية وفي معانة من الخارج ونأخذ اللي من الخارج بعناية نختارهم بعناية نعم من قبل اللجنة حبذا لو تعطي المشاهد لمحة عن التعليم المستمر أهمية والهدف منه يعني بشكل عام الهدف من التعليم المستمر أولاً أنشاء هذا المركز في جامعة التعز تلبية لرغبات لمطلبات سوق العمل بدأ بإنشاء عام 2012-2013 تم إصدار قرار رئيس الجامعة بإنشاء مركز التعليم المستمر للأقسام الإدارية لمطلبات السوق الإدارية وكان إنشاء على أن يكون تعليم للناس الذين يشتغلوا في الميدان محاسبة حاسوب إدارة أعمال تسويق المجالات المهارتية المجالات الإدارية يكون الموظف الطالب الذي يسجل الذين يكون الموظف في مكان ويجي يدرس فترة مسائية كان عندنا يتصل التعليم بالعمل ويعطى دبلوم بذلك طبعاً الهدف من إنشاء التعليم المستمر هو يعطى شهادة متوسطة وهي الدبلوم ما يعطيش بالكيلاريوس هو شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أهمية هذا التعليم حالياً يعني ما الذي يمكن أن يضيفه في خدمة المجتمع وحصاً في الوضع الراهن يعني تحديداً أو الوضع الذي يمر به البلد يعني بشكل طبعاً بعدين لتلبية طلبات السوق وطلبات المجتمع وجد أنه هناك المجتمع بحاجة إلى مساعد الطبيب مساعد مختبرات فني مختبرات فني صيد الله وفني أسنان أصدر الرئيس الجامعة قرار بإنشاء فتح قسام الطبية عام الجامعية 14-15 هذه قبل الحرب إنشاء قبل الحرب بسنة فطبعاً برضو بيعطي دبلوم دبلوم في هذه المجالة الأربع الأكسام الطبية طبعاً الخريج عندنا بشهادة دبلوم ممكن نشتغل فني أسنان شهادة معتمدة يعني شهادة معتمدة شهادة معتمدة فني صيدلة فني مساعد الطبيب وفني مختبرات كم عدد الملتحقين بمركز التعليم المستمر رقم تقديري لو تعطينا هو 1289 بجميع التخصصات كم عدد التخصصات التي يحتويها المركز الأكسام الإدارية أربعة تخصصات محاسبة وإدارة أعمال التسويق واللغة الإنجليزية والأكسام الطبية معنا أربعة أكسام التي هي مساعد طبيب عام مساعد طبيب بسنان وصيدلة ومختبرات ونحن في صدد فتح كسم جديد السنة القادمة العام القادم فني أسنان بيكون القامس بالنسبة للأكسام الطبية ما الذي يعترض يعترض طموحاتكم في مركز التعليم المستمر وهل من خطط للارتقاء بهذا النوع من التعليم طبعا في معنا خطة تطوير المناهج نحن الآن في صدد جاهدين بتعاون النايف نايف المركز الدكتورة عائدة الشامي نعمل جاهدين على إعداد الخطة الأكاديمية والخطة السنوية التي تنفذ بدءا من العام القادم هي عادة لتطوير المناهج بطرق الجودة والاعتماد الأكاديمي وكذلك التابعين لنا في المركز التعليم المستمر سواء كانت الفنين أو الموظفين أو أعضاه التدريس هناك خطة عاملين السنوية للتطوير وعمل جودة في ذلك منها فنين للمعامل بنعمل لهم دورة تدريبية أعضاهي التدريس سبق ونعمل لهم دورة في استراتيجية التدريس الحديثة وما زلنا في دورات لاحقة هذه الخطة على المدار القريب أما البعيد الخطة ستكون على المدار القريب إن شاء الله خلال العمل القادم إن شاء الله الدكتور نعم الدكتور عامر العبسي عميد مركز التعليم المستمر بجابعة تعز شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا لكم وأشترا القناة بالقيس على تواجدها وإستضافتها لمركز التعليم المستمر والرحب لكم دوما في إطار جامعة تعز وبالذات في مركز التعليم المستمر شكرا جزيلا مرحبا بكم من جديد يمثل عودة النشاط التجاري في قطاع الملبوسات والأزياء واحدا من المؤشرات على استقرار الحياة العامة بتعز ويربط الكثير حركة البيع والشراء بانتظام صرف المرتبات وعودة كثيرا من النازحين إلى المدينة نتابع على امتداد هذا الشارع وسط مدينة تعز وحيث تزيد الحركة تبدو أبواب المحلات مفتوحة وقد شرعت لاستقبال المتسوقين والعملاء الراغبين في شراء الملبوسات والأزياء في مشهد اعتيادي تواضب المحلات المتخصصة ببيع الملبوسات الرجالية والنسائية في تعز في تكثيف معروضتها والهدف طبعا تجاري بحت لجذب المتسوقين الذين غالبا ما يصعون وراء الألوان الزهية وجديد الملبوسات العصرية في هذه الأسواق نشاط تجارة الملبوسات بتعز وعودة الروح إلى هذا القطع التجاري الهام ليس له من دلالة سوى أن للمدينة هذه نفسا لا ينقطع تستمد منه الحياة ديمتها ويتجاوز من خلاله أبناء تعز ما قد أصابهم من أضرار الحرب بغض النظري عن حسابات الربح والخسارة وفي تطورات أكثر تغيرات يعني في أيام الحرب كان الناس كلهم هاربين خوف أكيد في تفارق كبير ما بين السابق والآن الآن الحمد لله كويس في تحسن لكن ما زال فيه طرقات مقطوعة وإن شاء الله بيتحسن الأمور إن شاء الله يوفر قطاع تجارة الملبوسات في هذه المدينة العديد من فرص العمل لأبناء تعز ويعمل الكثير من الجنسين في هذه التجارة ولعل الحديث عن عودة الحركة إلى تجارة الملبوسات هو جزء من البحث في تفاصيل حياة بالنسبة لسكان هذه المدينة وأنت تعيد الكرة متلهفة للحصول على جواب عن كيفية عودة الحركة في قطاع تجارة الملبوسات في المدينة يخبرك العاملون في هذا المجال أن عودة النشاط إلى السوق لم يأتي دفعة واحدة كما قد يبدو عليه واقع الحال اليوم بل كانت تدريجية منذ أن تم تحرير المدينة تدريجياً الأمر بدأ يتطور بدأ الناس يرقعوا بدأ الحركة تزيد بدأوا يقولوا أنهم كانوا برع في الأرياف يرقعوا يدخلوا داخل المدن بدأ الوضع تحسن إلى الأفضل العودة الطوعية للنازحين إلى الأرياف الذين فروا أو هجروا من مساكنهم إلى جانب الانتظام النسبي لمرتبات موظفي الدولة أسهما في تحريك عجلة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي في تجارة الملبوسات وكغيرها من القطاعات التجارية في الأسواق المختلفة كما أن جهود الدولة في تطبيع الأوضاع في هذه المدينة لعب دوراً مهماً في إيجاد حالة من الاستقرار وخلق بيئة ومناخ مناسبين للتجارة التي هي أخذة في التحسن يوماً بعد آخر عركة السوق مرتبطة بخروج الناس بالإمكانية الموجودة لعدى المواطن في الأيام اللي يستلموا فيه برواتب يخرج الناس يتبضعوا ينتعيش السوق إذا انقطعت الراتب تنقطع عند الناس الفلوس ما يخرجوش يشتروه ما يشوفوش أيش نواقصهم فينخفض السوق حيناً يستمر لمدة شهور في كل الأحوال لا يمكن رسم صورة وردية عن أسواق الملبوسات والتجارة في تعز دون أن يتم الإشارة إلى تأثيرات الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء في هذه الأسواق وما تتسببه في منع الكثير من السكان من الحصول على اللباس المناسب وهو ما يعتبره الكثير نتاجاً طبيعياً لتدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد وما يشكل من ضغوط تسهم في تراكم يعباء المعيشة على المواطن في تعز وغيرها من المناطق البيع والشراء كان زمان كان نبيع يعني أسلوب وكذا نديل أي واحد يدخل طوال يشوف الفسان يعقبه يشلو بسعر حل محدد الآن حالياً هقوقه اشناً طلب خاص واشناً رخيص ونتعب بالبيع والشراء ليس زي ما كنا في محاولة لعمل مقاربة والبحث عن مقارنة للحركة التجارية في هذه الأسواق بينما كانت عليه أثناء الحرب وبعد تحرير المدينة فجاءنا الكثير بالقول أنه لا وجهة للمقارنة باعتبار أن الحرب حيثما تحل يكون الخراب فيما تحدث بعضهم عن أين وصلت اليوم أسواق وتجارة الملابس في تعز بعد أن كانت شبهة منتهية إن لم تكن متوقفة تماماً طبعاً الواضح مختلف عن بداية الحرب وسط الحرب كثير محلات تتمندوا بقاء الشخص الموجد الذي كان موفر من قبل هو الواقف ثابت كثير محلات تمندوا عند أنتوا في تعز بالمقابل ظهروا تجار قدل ظهرت تجارة من ناس موفرين والاستمرارية من الموجودة الموفر بالله هو الذي يشتغل وبالنظر إلى أن تعز هي المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان في اليمن فإن تجارة الملابوسات فيها تحظى باهتمام الكثير من أصحاب رؤوس الأموال من التجار الوطنيين وهو ما يفسر عودة نشاط التجارة في هذا القطاع رغم أنه لا يمكن الحديث عن التعافي الكامل لأي من القطاعات التجارية داخل هذه المدينة التي لا يزال الحصار يخنقها من أكثر من جهة فن الإنشاد موهبة يتميز به البعض دون الكثير من بني جنسة لكن يبقى السؤال هنا هو حول كيف يستثمر البعض الفرصة لتحقيق النجاح من خلال العمل الجماعي الذي يتوح للموهبين سقلا وتنمية مواهبهم وإيصال أصواتهم إلى العامة في الفقرة التالية نصلت الضوء على فرقة زهرات مدرسة زيدة المشيكي بتعاز والتي تعمل على إحياء العديد من المناسبات هي الأنشودة الرائعة والمعبرة وقد اعتمدت عن أصر القوة والتميز من الصوت الشجي إلى وقع الكلمة المعبرة والمؤثرة وحتى انسجام الآداء وقوة الاستعراض ولعله ذلك الإبداع الذي تجلى في الأناشيد التي تقدمها فرقة زهرات مدرسة زيدة المشيكي بتعاز والتي من خلالها وضعت بصمتها وصنعت لنفسها اسما حتى غتت من أهم الفرق التي تحيي أكثر الفعاليات والحفلات والمناسبات بمدينة تعاز شاركت زهرات زيدة المشيكي في حالة في إحياء مسابقة الوحيين السنة التي مضت شهر 11 وكذلك شاركنا في إحياء الأسبوع الذي مشى وهو مكتب الثقافة مع الأستاذ عبدالخالق وكان ممتازة جداً ورائعات وكذلك إحياء حفلة الزي الشعبية شاركنا في إحياء حفلة الزي الشعبية وكان ممتازة جداً كنت أول ما بدأته وقهت صعوبة شوية إنه بالحركات وكيف تحركوا شيء بعدين لما تعودته بدأته شوية شوية تعود على الشيء طبعاً هذا الفضل كله للأستاذ عايدة وبعدين رقع للمدربة حقنا والحمد لله شاركنا بعدة أشياء مناسبة الحركة للكلام نفسه ومناسبة الحركة للدقة حين تكون حزين ما ينفعش نعمل حاقة قوية ومناسبة توحيد الحركة للكو بالرسم والناحة والرسم كذلك الطابل هذا استخدم الطابل والعازف وعندها القور واللعب والأنشطاء كرة الطائرة يعني ما شاء الله عليه ممتازة جداً الفرقة هذه كان وجودها تحت دافع الحاجة بالنسبة لمدرسة زيد الموشيكي وهي التي تولي نشاطاتها المختلفة اهتماماً باعتبارها من كبرى مدارس تعليم الفتيات في تعز وما اندعى صيط هذه الفرقة داخل المدرسة بدأت توسع مشاركتها شيئاً فشيئاً ونظراً للأداء الرائع والمميز في الفعاليات المختلفة استثمرت الفرقة هذا النجاح في الحفاظ على البقاء والاهتمام بمكسب النجاح فكرة التدريب يعني أحياناً أشوف فيديو وأعمل نفس الحركة بالفيديو وأحياناً أغير من عندي وأحياناً الحركة كامل من عندي الصعوبة التي واقعتوها في المدرسة عند تجميعي للزهارات وتدريبهين هو شدة الخوف عليهم من ضياء الحصاص من بعض المدرسات أحياناً نحتاج للراحة وقوز من الوقت من بعد الراحة لعشان التدريب بالراحة ما يكفي الصوت الشجي مع القدرة على الاستعراض عند زهرات فرقة مدرسة زيد الموشكي بقدر ما استطاع أن يحقق بصمة وينال استحسان الجميع فإنه أيضاً تعبيراً عن اهتمام المدرسة بتنمية المواهب ضمن الأنشطة المرافقة للعملية التعليمية بهذه الفقرة الفنية مشاهدنا نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل دمتم وفي أمان الله اشتركوا في القناة